ترجمة نانسي قنقر الهداد على ما ما يحبوني أنا اسمي طارق سليمان من سوريا محترف بالفنون القتالية من عام 2012 كنت مشترك تقريبا في كل المنظمات العالمية إلا الكبيرة منها مثل UFC والبلاتورو كان أول مشاركاتي في منظمة إنجليزية اسمها Cage Warriors من هنا انطلقت مسيرتي بعدين كان في Desert Force إذا سمعتوا فيها على الMBC Action أنا اللي بديت معاهم وصورنا الحلقات قبل النزالات وأعلننا عن المنظمة على الMBC Action وانطلقت مع هاي المنظمة وكبرت معها شوي شوي لحتى كبر اسمي في المنطقة العربية الحمد لله بفضل الله بفضل الجمهور العربي اللي دعمني ويعني بلشنا شوي شوي ولكن يعني مسيرتي حلقت لما جيت الامارات وكنت في منظمة محاربية الإمارات هون كانت النقلة النوعية لطاري سليمان ربحت فيها بطولة العالم على وزن 93 كيلو جرام ومن هون تغيرت المسيرة أصبحت طاري سليمان البطل طاري سليمان يعني أيقونا في الMMA والحمد لله يعني الدعم الجمهور العربي والجمهور الإماراتي وقادة الإمارات لهذه الرياضة عطتنا ضخ معنوي وضخ يعني لحتى نحلق بين الرياضة تستاهل تستاهلك الخير وقلت لي 2012 بدايتها شو اللي دخل كلها يعني هون القصة الدراماتيكية فينا نحكي فيها الدراما شوي طبعا تعرف الحرب في سوريا بدأت في 2011 الأزمة أثرت على الاقتصاد بشكل كبير أنا كنت بداية في لبنان في العام 2008 انتقلت على لبنان لدراستي في الجامعة الأمريكية في بيروت كنت بدرس هندسة زراعية تحويل كثير من الهندسة للرياضة لكل العالم بتحكي كنت في نهاية دراستي لما ابتدت الحرب والأزمة وصارت الأمور شوي ضغط على الأهل من الناحية الاقتصادية فبالالفين وحدعش بتقول الوالد يلي هذ قصة الجامعة جود لك ما في رجع على سوريا فطبعا كان لازم أحاول أأمن سبل المعيشة من حيث الأكل في لبنان فحاولت أشتغل بكذا يعني حاولت أكون موظفي مطعم ما زبطت معي حاولت أكون بأكثر من مطعم ما زبطت معي إيجا مرة صاحب لأيلي بيخبرني عن منظمة بنروح من قاتل فيها بقلب قفص ويدونا فلوس أكيد أول دولت أديش بيدفعوا 700 دولار 700 دولار أنا كنت أخذ 400 دولار بالشهر 700 دولار أوه بر فايت بر فايت إذا بربح يلا لنفعلها لا بس حين ما كنت أعرف شو أمامي ولا شي ولا شي ما في أي باكراون تمرين لا كان في عندي باكراون بالكيك بوكسنج والبوكسنج أنا وصغير كنت أعملهم أوكي فعندي هاي الموضوع الكيك بوكسنج والبوكس بس لا جوجيزو ولا مصارعة ولا شي قالوا لك في في فايت فوت تضرب تنضرب تأخذ مصاري أوكي لنفعلها لنفعلها نعم جيد وين كان هالفايت هذا في بيروت كانت أول مرة تأتي هاي المنظمة على بيروت كيج ووريورز فايت نايت ثري أول فايت ليل أوكي بطلع لي الأبوننت واحد من الأردن عنده بربل بلت أنا مجتمعان شو هي الجوجيزو وانت ما عندك جوجيزو قبل الفايت يعني يخبروني شو لازم أتمرن كان الجوجيزو عنصر من العناصر التمرين فكانت بدايتي في الجوجيزو بلش يعرفوني شو يعني الشرمبين وشو يعني بدايات هاي هي بي سي دي ايوه ياسفتنا على الفايت اول بوكس اتنين تحت الأرض طلع علي فول مونت ما عارف شو بدي أعمل ولا شي تمسكت فيه لحتى الحكم ما تقفنا على الأرض بتعرف هي يعني فايت او فلايت خلاص مستحيل أنزل الأرض ضليت أطيح فيه ضرب 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 لحتى ربحت الفايت على الواقف ما شاء الله وربحت الفايت وربحت الفايت بس بعديها بعد ما طلت صرت الاوبسشن الاوبسشن اني ما انزل على الأرض وما اعرف شو اصوي خلاص صرت لازم اكون بلاك بلت حطيت خلاص لازم لازم اضرب كل بلاك بلت موجود قدامي وهون نبلش الاوبسشن بعد انت دخلت مع بيربل بيت يعني للشباب والاخوان الاخوات اللي تابعون بيربل بيت في الجيجيزو هذا يكون ادفانس يعني هذا خلاص عنده ستايل وفاهم وخطر يكون اعتقد النقلة وترتيب الاحزمة صحيح يا كابتن لديك ابيض ازرق بيربل البنفسجي البني الاسود صحيح لما تكون ابيض بداياتك لا تعرف ماذا في الاساسيات الازرق انت نوعا ما تعلمت شوية صحيح لكن البنفسجي لديك شخصيتك صحيح وخطر البربل بلد فيعني انت ما شاء الله لعبتوا اياه وهو البربل بلد وتم ما عندك اي بكرة انا كنت شفاف ما كنت لاحظت ابيض ما كنت شفاف وبعدين بلش من وقتها وكلموني المنظمين عن عجب الاسلوب والفايت والاسلوب يعني كنت انا خلاص بدي اذبح فكلموني اذا بدي ألعب في الاردن وزادوا لي المصار قلت ما بدي افكر في الموضوع بابي بس اجمع مصار لتسورفايف رحنا بس بلشت اكثر اطلع على الجوجيزو واتمرن مرتين في اليوم جوجيزو يعني خلاص متل ما كلمتك الوبسيشن صرت اني اكون احسن اشي في الجوجيزو رحت الفايت الاردن اول دقيقة عملت الرير نيكد شوك اخضاع يعني كهون هذا الهيلايت تبع الفايت يعني اي حزام كنت شفاف بعثك بعدي خلاص خلاص هاي اللي عندي انا اوبسيشن اذا يقل لي ما بتقدر خلق ايجيت اوبسيست ما في اه بهذا الفايت في الاردن شافوني منظمين ديزرت فوس ونعجبوا بالموضوع وكلمون صاروا يعني صار فيه اتصال انه اذا بحب اكون جزء من منظومة ديزرت فوس ديزرت البروموشن تبعهم مع الامبسي اكشن بدهم يطلعونها تكون تدعم الشباب العربي ويطلعون طبقة من المقاتلين من المنطقة العربية يدعمونها حتى توصل لفور اكثر من المنطقة وطبعا بسوريا ما فيه هذا الرياضة ما فيه غير انا بهذه الفترة كنت موجود من سوريا اعرف شو يعني امامي او الجوجيتسو او اي شي غير ملاكمة يعني غير الرياضات القتالية التقليدية هاي الكاراتي الملاكمة هذان معروفين لكن العصر الجديد من القتال امامي الجوجيتسو ما كان موجود ابدا هاي فكنت انا الشخص الوحيد من سوريا وفت على المنظمة وانا اذكر في انا اول مرة شفت UFC اذكر ويا اخوي مغداد السويدي حي اخوي مغداد فاذكر ياه اشرطة VHS كانت VHS ولا لا اذكر والله المهم ياه اشرطة وقال فيه شي اسمه طرابة في قفص اه طرابون كل الستايلز تعرف نحن يوم صغار انا دائما السؤال يراودني اقول حين هذا اعرف كاراتي كون فو هذا من الأفلام فدائما اتسأل اقول اذا لاعب كاراتي يلعب مع كون فو انا في رأس بروس لي و جاكي شان و من يفوز فلما قال لي ان هذه البطولة التي يدخلون كلها من ألعاب مختلفة ويضربون ويشوف من الأفضل والله يا طارق ما اوصف لك انا كمية الحفوز عندي اول ما شغل الفايت فأنا اشوف وانا اشوف هذا WWF هذا مع شواب شوية نحن لا يعرف WWF او WWF مع شواب فكذا توقع لا هذا حقيقي وصدق اتذكر اول فايت شفته لم يكن UFC 1 كان وهم ماشين اصلا شاهدون الاجزاء فكان فايت كان فيتور بلفرت فيتور بلفرت على ايام فيتور بلفرت كان عبارة عن مكينة شغل دبابة بفتور اذoud اذا رأيت خلاص انت عitional فانا ذكر انتهرت ثم يقع رأيت وانا هيا رأيت واحد se هو جيد الenen ضعيف لا عضلة Ba الح toilets ويبهت لهم وكل الفايتات في ليلة وحدة كانت صح بين كل الفايت وفايت ستة شهور وسنة وسنتين كل الفايتات في يوم واحد وأشوفها يا الله رب هذا فأنا مبهرت في هذا الشيء هذا وحبيت هذه اللعبة بس الرياضة حين كجيجيزو فأنت تقول قبل 2012 ما كنت تسويها الرياضة أبدا ولا فك كنت مرة لم أكن أعرف ماذا يعني UFC كنت مرة شفت شيء اسمه Fight League أو شيء هيك على MBC Action بس ما كنت أفهم ضرب على الأرض ولا شيء وصلها سيئة تكون جديدة كلك رمال 700 دولار صرنا صرنا أبسست بالممي بس ما شاء الله بس قبل طارق ما كان لك يعني الرياضات التي تمارسها من أنت صغير مثلا أيام المدرسة كنت من أنه صغير كنت دائما أحب المنافسة أحب أن أكون متفوخ في الأمور الرياضية كنت أصبح أنا كنت سباح أتسابق بالسباحة وكنت أنا أنا جاي من مدينة صغيرة جدا ما فيها مسبح مغلق المسبح الموجود بس بالصيف يشتغل فأنا كنت أتدرب للسباحة بس بالصيف ثلاثة شهور في الشتاء خلاص أحاولت أكتر من مرة يعلمونا أن نضع زيت على الجسم لحتى يعزل طبقة صار فينا نسبح بالماء بالشتوية كيف هذا؟ ما فهمت نجيب أنا وصغير كانوا يعلموني تعرف شحمة السيارة أوكي نضحها على الجلد يعني ندهنها على الجلد تعمل طبقة عازلة تحفظ الحرارة بين الجلد وتعزيلها على الماء أوكي كنت أعملها كذا مرة ولكن يعني مرضت لكن البعديها الأهل قالوا لي خلاص خلاص فكنت أشتغل فروسية أركب خيل ثير بالشتاء لكن بعد ما فرسي ماتت خلاص تركت الفروس زعلت وبطلت الفروسية فأصحابي بعدين قالوا لي تعال جرب الملاكمة أوكي لما بديت بالملاكمة خلاص حلقت يعني كان فيه أرضية رياضية من ورد السباحة والخيل إجت الملاكمة حلقتنا بالملاكمة بدخل في الملاكمة ولكن على طريق الخيول فأتذكر جربت أنا مرتين ثلاث مش أكثر سبحان الله كيف هذا الحصان مخلوق ثكي رائع عجيب أفضل بالنسبة لأيلي أحسن حيوان عجيب 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 أذكر كنا نحضر في استبل فقد أخذ كم من كلاسي أنا أنا أحب أجرب أشياء فيوم بشوفني جوجتسو يوم بشوفني بدل تنس يوم بشوفني أحب أجرب أشياء والأشياء التي أختارها أختار الأشياء التي أستمرها تكون موجودة عندي لكني أفعلها بالتفاوت مثلا في سنة أنا أركز على البوكسنج مثلا أكثر والجوجتسو يكون أقل فترة أزيد بوكسنج وأفعل كروسفيت أكثر أنا أحب أن أغير شيء فأدخل الخيول طارق أذكر المدرب يكلم من جدامي أنا سيبعدني سينتوى نرى الحصان يركب فالذكر يقول خلك شخصية خلك شخصية على الحصان خلك شخصية أقول خلك شخصية ما فهمت بعدين يوم ركبت تركب على الحصان يرد إذنه هذه ورا هو يشوفك حين صح أحس كأنه يسوي يقرأك من فوق لين تحت صح أنت خايف أنت ما تردد سيعقك مية بالمية أقول سبحان الله أقول الله سبحانه يعني خلقها عجيب سبحان الله أقول لك واقف والله محمد أقول لك أنا وقف أنا يالس عليه الحين هو عيني عندك يشوفك شوية أنت عندما تردد سوف يتعقك لابد أن تكون شخصية ومتعبة مع أننا نحن تمشي التروت يسمونه أو شيء ما وصلنا للقلب السريع لكن الكور مالك لابد أن يكون ثابت وتحرك وهذا أعتقد القارد مالك قارد وحوش بينكم سبة الخيون لأن النوك هذا الذي تم انتماسك فقط رياضة ليس سهلة لكن حيوان جميل كان عندي اسم الخل اسمها غصون غصون جميل اسم يعني ركبتها سنين من أنا وصغير صرت بمرحلة الشباب ماتت وخلاص بطلت من بعدها زعلك الشيء هذا سبحان الله سعدت ابني أنت علاقة شي مع الحيوان في يكون امتفقد صعب شوية كنت صغير يعني كنت بعدني صغير لما ماتت قلت للأهل أنه خلاص أنا راحت مثل راح أفضل صديق لأيلي ماذا بدي روح من يومها خلاص من يومها خلاص خلاص راحت غصود وراحت الرياضة معها وكنت صغير يعني شوف مدى التعلق واو هي هو ليش رأس نتعلق فيها من أنت صغير تعلق فيها أكثر صح وترسخ في بالك خاصة حيوان مثل هذا جميل يعني بنيت علاقة معها ومع أنها مرة بحكي خصة مستحيل أنسها مرة راكبها ونركض بسرعة كان في شتاء فكان في بقعم وحل نحن وراكدين غرست إجريها في الوحل وحنطيح الأرض وإذا طحنا رح تجي أنا رح إجي على وجهي وهي تجي فوقي صح فهي ركعت على إجريها كسرت إجريها وحطت راسها بالأرض كرمال أنا ما أوقع إجي واقف على إجريك شوف كيف والله واو 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 يعني هي اللي حمتني يعني من بعدها خلاص الخيل انتهى انتهى عندك خير ها ايه يمكن يمكن ترجع بعد ممكن نبني علاقة جديدة ممكن ما ناحظة يعني فتقول لي بديت بعدين في البوكسنج بس يعني كان في نادي في نادي في مدينتي صغير متواضع جدا يعني يجي ناس يتدربون شوي كنا صغار نتدرب يعني ما لعبت ولا بطولة أبدا بس لحافظ للياقة حق الصيفية تيجي جاهزين حق الصباحة أنا صباح أنا بدي بس أحافظ على اللياقة في الشتاء والصيف صباقات صباحة كمباتاتف ها كمباتاتف ها تحب لحظت بعدين سافرت على إنجلترا للدراسة طبعا وقفت هناك الملاكمة رجعت بعد سوريا سنة بعد هذه السنة لم يكن في رياضة أبدا رحت على لبنان نصحت صرت لك اللبناني لذيذ عادة هناك صرت تخين كثير بعدين بيوم قررت أني أحول جسمي ل bodybuilder بلشت حديد اوه اشترام كذا بعدين شفت ناس يخبطون في بعض في الجيم اللي كنت رحلة kickboxing ففت الجيم قلت بدل ما أسوي كارديو على التردمل أسوي كارديو بوكسين قلت للمدر ما أسوي بوكسين قال لي اوكي لبست الجلافز كسرت الجميع قال لي عندك باكراند مثل ها طيب اوكي لا تعال نلعب سوى بس أنا بعمل kick قلت له اوكي يلا kick عورني الزلمة قلت له بدي أتعلم kick خلص فاز تعلم بكس قال لي تبي تسوي بطولة لبنان في kick boxing قلت له اوكي رحنا لعبنا أخذت ميدالية ذهب اوكي اوكي بعدها بشهرين بنا في بطولة اخرى برضو بيدالية ذهب بعدين قال لي في بطولة الاندية العربية في الاردن انت بتلعب قلت له اوكي رحنا ميدالية فضة بعدها وقفت رياضة دراسة ما دراسة بعدين صارت الازمة وبعدين صارت موضوع الاميمية وفتنا بالموضوع خلص على طاري الكيكس في وايد من الناس ما يستوعبون اثر الكيكس هاي الغربات اللي في الورتش يفوق التخدر صدقني كيك كيك الضربة هذي لما تيك بالصيم هذا وبالشن حتى لو بس يلمس هالتشوب هذي ما الموتاي بعدها اللي تحصل ها ضعيف لكن في 2013 انا انتقلت على تايلند انت رح تايجرز موتاي صح انا كنت عايش هناك 8 سنوات اول مرحب رجوك خبرني على المكان هذا اقل لك على قصة الكيك اه اول مرحب عمل الكيك من قصة العضلة هيك بعد الفراغ وضع العضلة يعني كان اشي مؤلم رائع غريب يعني بالوجع وقوة الضربة مخيف هذين التايلنديين هذين غريبين صراحة تايجر موتاي انا اتابعهم فأشوف الجمعة هذين تدخين شرب صحيح يعني لايفستايل مايص صفر لايفستايل تايلندي تدخين شرب يروح يتمرن لكن شوف التامرين وحش وحش وضرباتهم هذه الضربة يعني انت تقول قصتك صدق بس انت في الوقت تشوف كأن يقص الشيارة يقص قص وانت يشوف ما تستعب بس يوم تيك الضربة هذي حتى لما يوم اللي تسوي لها البلوك برض توجع العظم يوجع صدق يعني هذه من ضمن الاشياء اللي اقول يعني كيف ينمون هالجماعة يعني بطريقة عجيبة غريبة بدمهم منهم وصغار منهم واربع سنوات خلاص هاي شغل يعني هما يجيبون ولد عشان يبعثون يعمل فايطات مويتا عشان يجيب مصال للعائلة هيك ما عشان يطلع فايطة هما يعتزلون بعمر الواحد وعشرين بيكون عنده ميتين فايط واو واو واحد وعشرين عنده ميتين فايط هاي شو اسم هذا بوكاو مو بوكاو في الثاني سانشاي سانشاي مخيف هذا عنده ثلاثمائة فايط مخيف شو ثلاثمائة ثلاثمائة فايط واو لعب يا مايتي ماوس اعتقد هو لعب يا صح اللعب ثلاثمائة واو كيك بوكس واو 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 لا مع واحد ثاني مش سانشاي لا بالوان اف سي مايتي ماوس مع بالوان اف سي والله مايتي ماوس بعد اه مايتي 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 ماوس اه اقول الفنون القتال هذه المارشيل الارس بشكل عام يا اخي وايت مهمة لأي شخص متين ضعيف طويل قصير قد ما تعطي هذه اللعبة بتعطيك مئة بالمئة ولهي السبب انا فتحت النادي تبعي كان جزء من نظرتي لهي الرياضة اني لازم احاول اجيب عدد اكبر عدد ممكن من الاولاد لان كل ولد لازم يتعلم كيف يدافع عن نفسه صحيح وهاي لازم تكون متل ما نعلم نحنا ولدنا كيف يمشي لازم يتعلم كيف يدافع عن نفسه صحيح وهي ما بس بتقويه هو ولد راح تقويه بس يكبر يعرف يتغلب على الامور وعالمصاعب يعني راح تغير له طريقة تفكيره خصوصا انه لما بكون فيه هو ولد يكون فيه قدامه اوبوننت هاي الاوبستيكل طبعه يعني لما يحاول يتجاوز هاي العقبة لما يكبر اي عقبة قدامه راح تكون هينة صحيح فاذا بنزرع هاي بولادنا راح تكون شي كتير مهم وهي اللي عم نشوفه بالامارات اذا تشوف برنامج الجوجيسو في المدارس في ابوظبي قوي جدا وهي راح يكون لسه للامام راح يكون عم نشوف تشوف النجاحات تبعون المقاتلين الاماراتيين الحين في بطولات العالم بالجوجيسو في الامامي بلشت البذرة اللي زرعوها من سنوات الآن بلشت تظهر أذكر طارق الله يحفظها يطول في عمرة الشيخ محمد بن زايد قبل فترة قالها في مقابلة قبل سنوات قال أنا أبا رياضة الجوجيسو تدخل كل بيت اماراتي صحيح وصار صار اليوم اليوم ما شاء الله أنا اللي أشوفه طبعا سواء في الخدمة الوطنية في المدارس الجماعة اليوم السابورت وايد كبير حق هذه الرياضة بس أنا أقول هذه من ضمن الرياضات يا أخي أنا جربت وايد رياضات بوكسينج كيك بوكسينج جوجيسو وايد رياضات جربتها تنس غيرها لعبة الجوجيسو يا أخي كلهم همبل طبعا في ناس يعني برع القاعدة لكن بشكل عام اللي يمارس رياضة الجوجيسو وتحصلها رايق مريح صحير ثقة في نفسها وايد عالية مرتاح على قولتهم The mat humbles you مي بالمي أنت شو ما تكون بطل تكون ما تكون يعني من الأبطال ولا غيرة بلاك بلت بلو بلت بيربل بلت بيربل بلت You will tap out خلال اليوم خلال السنة فهذا humbles you humbles you فأنا أشوف أو تخليك متواضع صح فأنا أشوفها كرياضة رائعة شفنا أمثلة جدامنا نحن والله يطارق ناس تلقى واحد هذا نار نحن نقول عنا شابريت صح شابريت يضارب إذا حد لف عليه بالسيارة يبقى ينزل يسوي له مشكلة إذا حد قال له كلمة يدخل الجوجيسو بعد سنة سنتين أشوف هذا وين فوضوي مع أن الحين عند القدرة أن سوري إذا بحك يعني صح يقدر يقتلك ضعب الجوجيسو ممكن يقتلك لكن هو رائق خلاص الثقة بالنفس أنه أنت قادر ولكن خلاص تختار هاي الواحد بعصب لما يحس حاله أنه مش قادر يتغلب على الشيء قدامه فأنت بتعصب مش قادر إشي عم يزعجك بس أنت مش قادر بس لما تعرف حالك أنه عادر تكسر أي أي إنسان خلاص تركه من هذا يعيد أوكي يلا عايد برافو عليك ثقة بالنفس وهذا تجعل الشخص الآخر يعصب أكثر صح 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 أتذكر في أنا كنت نوغي فأتذكر كنا نسوي كان يسمونه فول كونتاكت كان فول كونتاكت يوم بوكسنج يوم جيكواندو يوم كرابلنج يوم كذا فلين الفين و خمسة خمسة أعتقد ستة أه قلت بدخل جيجيسو أحيانا كان عدد بسيط ما في أصلا ما في بلاك ما في برامبلت أصلا المواطنين كان أعتقد فيصل كتبي والشباب وهذه كانوا بيربل الأبطال ماشاء الله كانوا بيربل أعتقد فأتمرنت مع مارسلو موتا مارسلو حين طلع كان كان كارلوس سانتوس مارسلو فيه مدربين قدامة كانوا موجودين في هذه الفترة فأذكر مارسلو موتا أتمرنت معه مارسلو طعيف شوف شوية بايسبس خفيف وأنا أيامها التمرين حديد وتعرف وعظلات وهذا وأشوف عمري قوي أنا ممكن أكسر الدنيا أذكر لعبت والله في حياتي قبل هذا كل وقت ما حسيت بعجز مثل اللي أنا حسيت معه هاي حلالة الجسة فجأة شوف عمرك أنت أنا لا أكتر أفعل ماذا هذا؟ صح ماذا أفعل ما تذكرت؟ أفعل أفعل تذكرت الفايت في أول UFC إذا إذا تذكر هو لعب مع واحد لابس بوكسين غلابس أصاح فاز واحد بين غلابس واحد لابس وماذا مواند بوزيشن لما تنت فوق الجسم فوق الجسم الخصم وكيف بهدل والله أنا حسيت نفس الشعور أنا طايح حق غوثم شعني ذبيح طايح شو يسوي هذا وهو تعمد أول في أول كم من يوم يضغطني شي يعني يحسسني أن أنا أوكي أنت تراك ما تعرف شي في هذا الموضوع هذا علمني بقساوة يعني علمني أول فترة بعدين كان يقول لي أوكي أوكي لابس بادر أوكي 20 سي أتعب والله أنا أقول مثلة شو أقول وعلى الوقت أنا هذا يجعلني أحب الرياضة أكثر وأكثر أن أوكي ما هذا عنده أن أنا لا أتحكم فيه فبعدين يبدأ يعلمك البيان الويت ديستربيوشن هذه أمور كيف أنت لازم تهدي أنت لازم تهدي تكون هادي فتشون الأبطال هذين الليعبون تجد عمره 50 60 وهي ما شاء الله الجيم هليو غريسي عمره 91 سنة تطلع بيديوهات مال ويقول لك لا يمكن أن يقول أحد أبو هليو غريسي أبو هكسون وهويس وهذا الذي يقوم يظهر هذه المجموعة الأبطال هذين ما شاء الله يقول لا يمكن أن يقول أحد أحد لكن رأي في الفايت عجيب عجيب فهذا خلاني صدق أحب الرياض وأكثر وأقول أنت في حياتك لابد أن تكون مثل ما أنت في الجيجيتسو صح ريلاكس ريح لا تهمشي الأمور قبل كان طارق طارق الزرعوني أول إمارات يتسلق قمة أفرست حلو طارق خبرنا عن قصة سوف ترى الحلقة إن شاء الله سوف تنزل قريب فخبرنا كيف في وقت وهم يتسلقون في مكان تبطل عن الحبل وكان على وشك أنه يموت يقول من الأشياء التي تعلمناها نحن في برنامجنا التدريبي هذا لتسلق قمة أفرست التعايش والهدوء ريح نفس اللي أنت تسويه في الجوجيتسو صحيح ريح قام جوردون راهي نتشوفه لما يلعب هذا لا لما ترتاح الدماغ يعرف يحل المشكلة لكن لما تصير بالبانيك خلاص ما تشوف قدامك هي شو الجوجيتسو هي عبارة عن معضلة فيها حلول فيها أكثر من مذهب إذا عملت بانيك ما تشوف شي خلاص بس إذا كنت هادئ تعرف إذا أنا عملت حركة هون ممكن أخلي للخصم يفكر أني أنا رايح من هيد الجهة بس أنا بدأ أطلع من هيد الجهة فأنت تبلش تعمل الخطة طبعا ترسم step 1 2 3 تصير أسبق أنا الخصم فلما أكون هادئ تشوفني أنا ممكن حدا يكون مركب تشوك عليه بس أنا هادئ جدا جدا أقول أوكي أنا إذا حطيت إيدي هون ما في تشوك أعد 10 ثواني عارف أنه مدى تشوك أقوة واحد ممكن يشد لمدة 30 ثانية إذا أنا قادر أتنفس أوكي هدي اللاب شوي يتعب أطلع من الموضوع بسلاسة ووو حلو حلو تعرف كل موضوع إذا أنا بعرف الأتاك معنا أنا أعرف يعملي حركة أخضاع وأنا أعرف كيف تثبط حركة الأخضاع معنا أنا بعرف كيف أطلع منها في كل حركة أخضاع إلها ستبس 1 2 3 إذا تشيل 2 خلاص يعني مثل إذا عم تعمر هرم إذا تشيل منها حاجة يوقع الهرم صحيح صحيح صدقك صدقك مارسولو قارسيا كان يقول 100% شطرنج شطرنج كبير من الشباب تلاحظ هذا كنت أذكر قبل قصة كسرة الترقوة وقال القصة لم أقلت ها لابد القصة هذه لاحظنا في 2008 أو 2006 كبير من جمعات وصير وصير تلاحظ على الشباب كلهم أول ما ينضمون الجيجيتسو الوايت بلت هذين هم اللي يخوفون أنا دوم أقول أنا أعطني ألعب مع أقوى بلاك بلت بلعب وأنا متطمن ما بغلب لكن أنا متطمن صح ويت وبعض البلو هذا داخل عليك وكبير وكبير لما يلعب الخبرة هذي يشوفون هال أكستريم باور هاي يسخدم الطاقة ويتموت خلاص ويزاوع كرام السامعي وخلاص يكون ممت هذا يكون مريح لأنه لا يعرف يتحكم في طاقة ويكون مهدود مع الوقت تعلم كيف تسيطر على عصابك أخبرك القصة هاي أنا لم أقلتها أقولها في 2009 طولة العالم كانت في بوضبيل كانت في رمضان بطولة هاي مارسلو يقول لي بدر يجب أن تتشارك وزن فوق 93 is yours open weight I doubt يعني حمسني وهي اليوم أتمرى نصف صبح قوي أنا أحب اللعبة والله يا طارق أتذكر أنا رايح سأكون بوضبي بطار هاي فالله يحفظها أتيني الوالدة وين ساير ساير بس لدينا رياضة هناك رياضة عشر الأواخر حين سير صل من القصة لا هاي عشر الأواخر وناس صلونا حين سير صل شو رياضة لي بس طبعا ما أقول مصارعة أنت لو قلت مصارعة ويججدس وهي مصيبة يعني الأم أنت مهما كبار أنت تتم طفل صح طفل طفل فقلت رياضة هناك بسير صلو قرأ لك صفحتين قرآن وغير المو قلت إن شاء الله والله طلعت طالب صرت هناك أول ما وصلت أنا على حظي ما سخنت نحنا وصلنا متأخرين وما قدرنا نحصل للمكان ما عارف شيء سبحان الله كم من طارق في هذه القصة تعرف أنا حين أقول سافحك طارق اللي وصلني طارق بدري وبيك حين الطارق الثالث الأهم حين أقول لك عنه أول ما وصلنا أنا بعدني حين أفسخ الشنطة أفسخ الجاكيت ويلا سخن شوية مات نمبر تو طارق مطر بدر العوضي طارق مطر تعرف في نادي الجزيرة بلاك بلتحينها لا طارق مطر كبير مصري جسم قوي أنا بعدني ولا حسابت حسابت مذكر واسمي حسيت كأن أنا في الصبح من المدرسة يمكنك الصبور أن تكتب شيء من تكتب أخوف أنا ممجهز أتذكر صرت يا طارق صرت بديت أعلم 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 تكتب ماذا تكتب تكتب أعلم 4 أعلم 2 أعلم 2 أعلم أنا أسمع ترك أعلم كيف يجب فوقك هو هو بب شلني تكتب على كتفي نزلت نزلت على كتفي أنا أنا أكمل حليلة طارق يعني مونت يجب و هو وقف فأنا استغربت لماذا موقف يعني ماذا حصل أكمل أسحب أطلق حركت لا رأيت شيء غلط هنا أرى تي شيرت على برع شيء برع طارق تسوء الحكم ووقف الفايت أرى مساك أيدي أنا لا أستوعب تعرف ما ماذا السالفة قالت هذا محط محط أطلع هناك شيء طالع هناك ولكن لا طالع عن الجلد أتذكر لا يوجد ألم لماذا ركبنا الأسعاف لا يذهب الأدرنالي لك أول مطبة أتذكر هو كهرباء تعافني كلها عصاب أقول لك ولع جسمي ورحت من القلب المهمت أقول لك رجعت وهذا وطرت عملية بس اليوم الدرس الأول لا أزع أمك أمك قالتك لا تسوي كبير صغير لا تسوي قالت لك أمك لا تسوي حاولت راضيها عندنا تتوي رياضة تقنعها بس ما استغني عن الرياضة هاي فيها شي هذه الرياضة كم أصابة صار عندي هاي عدا أنت أنا كسرت وجهي في فايت كسرت العظمة هاي الحين في دنت متعوجة ركبتي الأربطة راحة اضطرت أعملية من الرياضة كسرت إيدي النقل فات لجوه يعني إيدي مش متل بعض كسرت أجري شو كسر الوي هني بوكس بوكس ها ايه واو نخلع حنكي طلع من المكانة كسرت العظام طبع الرجولي في كيك اجت كيك مع كيك نكسر العظمتين شو الشن ذو من المجزئ لا توجد riend لا توجد كلها الأمر وهو الجميع الاكتباء واو بس بعد قد لا تحمل الأربطة في ركبتي اليسار رايحين الآن من إصابة لدي ثلاث هرنيات ديسكس بظهري وأربعة بلج بظهري وأربعة بلج برقبتي المشكلة هذه هي القرابلنج ومع هذا الدكتور قال لي شو رأيك تبطل رياضات؟ شو رأيك تبطل أنت الدكتورة؟ بس قل لي كيف أسوي وأنا أسوي صرت مرة ثانية الأبسشن ضرب صرت أبسست بالريكوفري أسبح كل يوم شو تسوي للريكوفري؟ أسبح كل يوم أقوي العضلات الكور ستريتش دائما قبل أي تمرين أعمل مسل اكتيفاشن مئة بالمئة يعني مستحيل أفوت على تمرين ما يكون ظهري أكتيفيتد مليون بالمئة بعدين أفوت التمرين شو يعني أكتيفيت يعني شو تسوي؟ يعني أسوي عضلات مثل سوبرمان على الأرض لحتى يفيقوا العضلات أو أروح أعمل سباحة عشرين دقيقة قبل ما أأخذ الشنطة وأروح على الجيم تدريب خلاص ضرب الأبسست بالريكوفري أريد أن أرجع و أرجع مرة أخرى سونا هؤلاء الأشياء كمالية للريكوفري لكن للظهر لازم فيزيو، مساج، ستريتش في أكثر من شغلة لازم عضلات ظهري دائما ريلاكس كمال ما يضغطون على الفقرات كمال ما يزيد الهرنييشن السائل اللي طلع من الفقرة ما يزيد لما ترتخي العضلات وتتوسع المسافة بين الفقرات سوف يرجع السائل مرة أخرى إلى مكانه ولكن خلاص جربت الانفارجن تابل وانفارجن تابل كل شيء وانفارجن تابل لم تقلق أي شخص هذا الانفارجن يثبتون الأبسست بالريكوفري ويثبتون الأبسست بالريكوفري ويصبح تسحبك المسافة يعني كما يفعلون لك تسحبك المسافة خوية حسنا والروتين مالك الحين كيف؟ ما شاء الله عندكم فتحته جيم ما هو الجيم الذي فتحته؟ الجيم اسمه فالكنز MMA فالكنز MMA اسمه حجوب فالكنز مستوحى من الإمارات طبعا فالكنز فأبدأ الجيم بمكان كبير أخذنا ويرهاوس في القوز ولكن طلعنا وفتحنا مكان أصغر بوتيك جيم لحق الأطفال أكثر ممتاز والجوجيتسو جي جوجيتسو يعني تشوف عنا 12 ساعة في الأسبوع الجوجيتسو قلبنا الفيجين من MMA إلى جوجيتسو جوجيتسو عندك من السبعة الصباح إلى ثماني بالليل جوجيتسو أي ساعة تأتي في جوجيتسو ممتاز ممتاز وتركسون على الصغارية من عمر كم؟ منها أربع سنوات أنت تشوف أربع سنوات عمر المناسب بس يعني طبعا لازم يكون الابروتش للأطفال بهذا العمر غير الأطفال بالعمر الأكبر يعني هؤلاء الأطفال يحبون يلعبوا فنحنا بهذا الابروتش لازم يكون الطفل يعرف يتحرك في أشياء في الجوجيتسو مثل الانمال موفمنت هاي تساعد الطفل على الكووردينيشن بس يعرف مثلا يحرك الطفل إيد اليمين مع رجل اليسار أو هادون الأشياء يعني مش مكتسبة مش فطرية مكتسبة نحن نعلم الطفل هالأمور بعدين نعلم الطفل كيف يدفش إذا حدا فوقه كيف يدفشها مش طريقة صحة وبتعرف أو يدفشوا بعض الأطفال كمان في طريقة للدفش هادون الأشياء يعني الجوجيتسو ببساطة جدا للطفل بعمر الأربعة سنوات وأغلبيتها تكون لعب ولكن لعب له علاقة في الجوجيتسو مثلا نعملهم هب اسكيب بس سباق أو مثلا فورود رول بس سباق كمان وهالأمور تحمسهم أنهم يفوتوا بالجوجيتسو هب اسكيب يعني اللي ما يعرف الحركة يكون هب اسكيب عبارة عن الشخص يكون على ظهرة ويحرك الحوض عنده يسحب خسره يسحب خسره لفوق صح بدون ما يستخدم ايده يعني مو بسهلة الحركة في البداية اذا بدنا نحطها بelle يتخيلوها المشاهدين اذا واحد واقف فوقك و لازم أنت تبعد عنه و تحط أجريك عليه تتفش و بعيد عنك صحيح فأنت تسحب الخسر تتخلي ايدك على الخصم على الخصم تتخليه بعيد عنك تسحب خسرك بنفس الوقت وتخط الإجرين عليه وتتفشه فأنت عم تدافع بنفس الوقت اللي عم تبعد إجريك فيه أنت عم تخلي الخصم بعيد عنك بإيديك وتسحب خسرك لحاله فأنت مثبت الجزء الفوق ولكن الجزء التحت عم يبعد وهذا من نسميه الهبسكيب أنت عم تهرب خسرك ولكن إيديك وجسمك من فوق ما زال عم يدافع صح صح من الجماليات الجيجيتسو والأشياء التي أفادتني على الصعيد الشخصي أنا طارق عندي مشكلة كانت في موضوع الحركة لأن اليوم أنا مفلكسبل ووايد وكذا فقط قبل كنت أسواب فعندي الموفمنت هذا يعني ما عنديها يديدك الموبيلتي الحركة لم تكن سهلة ووايد لماذا بدنا جيجيتسو الجيجيتسو يعطيك هذه تنسيق الحركات صحيح تنسق أذكر من الناس مستوحام الأنم الموفمنت حركات الحيوانات أندري غالفاو ذكر فيديو قديم كان أندري غالفاو يقوم بعمل حركات وفوش أبس وكان المدرب ينقلنا كان الجيجيتسو عنده جينيستيكا ناتورال فيه شيء اسمي جينيستيكا ناتورال بعد هالشيء هذا فيه حركات يمكسها الحركات هذه لما تمارسها يا أخي حركتك نومك مشيتك كل شيء يتغير صحيح كل شيء يتغير وفائدتها يعني أنا أشوفها وائد ممتازة ويا ريت لو سويناها من احنا أصغر صحيح كل ما سوي هالشيء هذا وانت أصغر يا أخي تستفيد أكثر 100% واحد أول جيجيتسو بالنهاية سلاح بيد الواحد يعني تخيل أنت حصلت بلاك بيلت بعمر الواحدة وعشرين هاي أوردي عندك شهادة بإيدك نعم تروح تبي وظيفة أي مكان في العالم أي جيم يقولهم أنا بدي أدرب جيجيتسو يقولوا لك أوكي صحيح صحيح فهي شهادة بالإضافة للعلم طبعا فأنت يكون عندك سلاحين وين ما بدك بتروح ورحلة الحزام الأسود في الجيجيتسو يا جماعة رحلة صعبة ليس سهلة صحيح أنا أقول مع احترامي للفنوان القتارية الثانية لكن عندك مثلا كاراتيا ممكن أن تحصل الأسود في كم سنتين يمكن تقريبا تقريبا سنتين تاكواندو نفس الشيء لكن الجيجيتسو يعني فيه أعتقد هو بس أعطني بي جي بان يمكن هو ليابا في ثلاث سنوات أربع سنوات صحيح قلة يعني بس الباقيين مباقل عن عشر سنوات صحيح وعشر سنوات ذبح يعني تاكل المات أكالي صحيح يعني أنا أنا خصلت البلاك بيلت بثمان سنوات لكن كنت أتدرب كل يوم مرتين موشه لمدة ثمان سنوات تحسب الساعات كم يوم مرتين موشه وعاو هيا شهادة الدكتوراه هذه صحيح يعني إذا بتقارنها مع الدكتوراه نفس السنوات صدق صدق أو الساعات نعم 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 لا مش مش يعني شي سهل كيف روتينك هالأيام أنا بتمرن كل يوم إذا عندي فايت ولا ما عندي فايت كل يوم بتمرن بس لما يكون في فايت طبعا يزيد يزيد الشراسة في التمرين خلاص عندي هدف لحين عندي فايت طبعا فالتمرين يكون مرتين لتلات مرات في اليوم بس يتفاوت الانتنسيتي تبع التمرين طبعا يوم بيكون قوي التمرين يوم بيكون خفيف يوم بيكون ساعتين قوي يوم بيكون ساعة قوي ساعة خفيف أو مثلا ساعة قوي وما تبقى من اليوم ركوفري ساونا آيس باث الترينينج كامب مالك عادة كم تخلي 8 ويكس إذا بدنا نحكي إذا الفايت كامب يكون بيرفكت يكون 12 أسبوع هذا بيرفكت بس ما في شي بيجي بيرفكت طبعا يعني يجيني فايت في سبع أسابيع خمس أسابيع الآن خمس أسابيع خمس أسابيع طيح وزن وايد في خمس أسابيع أنت الوزن اللي تقاتل فيه أنا الميدل ويت صح الميدل ويت يعني خمسة وثمانين كيلو خمسة وثمانين كيلو بس أنا بوزني الطبيعي إذا كنت في الحياة الطبيعية تقريبا مية مية وثنين فيعني بس يكون الفايت بدأ يقرب بيكون أنا عندي طبعا الطاقم التدريبي للتغذية هاي أردي عمل اللي بلان كيف شو أكل كمية الأكل وبعدين يجون يوم الأسبوع الفايت يسوي للويت كوت طبعا لحتى يكون كل شي صحي مية بالمية مضمون أنت وزنك بالعادة كم يكون مية وثنين مية وثنين هاي فأنت تنزل وزن يعني وايد لخمسة وثمانين هاي ورحلة حال 17 كيلو هاي مو بسهلة هاي هاي فالأكل طبعا جزء كبير منها كل شي الأكل التمرين هو بس لا أكون جاهز وأعمل شارب لا أكون شارب بالفايت بس الأكل هو كل شي يعني لازم المدرب التغذية لازم يعني حط لي برنامج تغذية يعطيني الإنرجي للفايت وبنفس الوقت ينزل لي وزني فهذا علم يعني قلال في العالم يعرفونه طبعا الويت كات شي كثير خطير بالنسبة للمقاتلين في أكثر من مقاتل خسروا حياتهم بسبب الويت كات فلهيك الحين يعني البرنامج التوعية كرمال الويت كات يكون حتى لو دفعوا المقاتلين شوية مصاري ولكن بالنهاية هاي لتحميهم يعني هاي نداء لكل المقاتلين يعملوا استثمار بدايتشن مهم ومدرب تغذية مهم حتى يعني يكون كل شي مضمون وصحتهم أهم من كل الفايت حسنت لأنهي أصلا أنت اليوم تشوفها كوظيفة أنا شوفها أصعب وظيفة في العالم والله أنا كنت تكون فايتر هذه أصعب وظيفة في العالم العالم ما تتخيل العالم بتشوف the tip of the iceberg بس هاي الفايت الخمسة عشر دقيقة لكن ما يشوفون العذاب الوحدة اللي بنكون فيها المنتل يعني نحنا الشكوك اللي بتكون براس المقاتل إنه فيني أقاتل ما فيني أقاتل برح أربح ولا مرح أربح تمرين جيد مثل جيد بتمرن لست ساعات في اليوم بكون عم باكل بشكل كثير محسوب مية بالمية كل جرام من حبة رز بتكون محسوبة لحتى أوصل لهذا الفايت وأقدم أداء ممكن يعجب الناس ممكن ما يعجبهم ولكن ما يشوفون شو خلف هذا الأداء يعني المسيرة للشهرين ثلاث قبل الفايت ما حدا يشوفها أحد يشوفها فعلا فعلا ومش المسيرة السهلة أنا أرجع أقول هذه وظيفة صعبة وظيفة صعبة وظيفة صعبة فإذا أنت تفضلت فيه الحين فعلا للشباب المقبلين الآن ما شاء الله يشوف الفايترز زادوا من المارات اليوم أعتقد يحيا يكون واحد صحيح أول واحد في UFC أول واحد في UFC أول واحد في UFC شاهدت مع التام خان أعتقد كان حاط الفيديو هذا خفا طيب وأكيد هناك الكثير من يدخلون في هذه الرياضة ولكن هناك أمور يجب أن تضعها في بالك قبل صحيح أنت تفضلت في كلام أتفق مع أمية بالمية مع قلة خبرتي وقلة تجربتي في هذا المجال ولكن يا أخي استثمر في ديتشن خلي على طول السنة معك لا يجب أن يكون على طول السنة خلي على طول السنة لأننا نحن نقل في مشكلة وقت هذا المجال ويكون أن تجده أثر من 30 كيلو أو 25 كيلو والدروب هذا يخي أنت تخسر من قوتك ومن أدائك فقد يمكن أن تكون الإفترين جيداً إن تجد دولك منتظم حلاص، أنت تخترت هذا المجال يخي، دعك صح دعك صح اليوم سنرى في لعبة كرة مثل كريستيانو رونالدو نرى التزامة طول السنة ليس في وقت كاس العالم أو في وقت كاس العالم لا لا لا، هو التزام طول السنة صحيح أكله نظيفاً الكثير من الفايترز بعد نفس الشيء أليكس فولكونافسكي أليكس فولكونافسكي هذه الأخي ناس يجب أن أسارك عن الفايت أزر الأدسانية وشون لكن أقول لك، هؤلاء هؤلاء عايشين لايفستايل؟ يجب أن نعيش كلايستايل اليوم طارق تختار هذا المجال هذا مئة بالمئة يعطيه 100% لأن تبعاته لا تحمد عقباها صحيح شون ستاكلند وإزرال الأدسانية وماذا رأيك في الفايترز؟ الفايترز أنا مقرب من أدسان أنا صديق لكننا تمرنا في تايجر مويتاي طبعا لكل مرة أخرب أذكر أنه كل مقاتل هو بالنهاية إنسان يعني صحي إلا ما يوم من الأيام ما يزبط مع أتفيق تصحى من النوم وهذا اليوم سيء بالنسبة لك صحي وهذا اليوم كان سيء بالنسبة للثانية شوف أنا شون ستاكلند خلص ما أشتغل ما أعمل لك ما صحي أنا صارت معي نفس الشي تعتقد شي طارق ولا أنا اللي شفته شون ستاكلند؟ يا أخي طريقة كنترولة للأكتاجون أنا ما شفتها من زمان أه يعني سيطر على المكان كله أحسن ملك الأرضية هذه ما أعرف شو شو اللي استوى تعتقد ما كان في أفضل حالاته يعني أزريل؟ لا ما أفضل حالاته صدق ها؟ حتى شون بيعرف وحكى في مقابلة أنه الفايت الجاي مع أدا ثانية رح يكون أصعب بكتير لأنه خلال يعني معروف كل مقاتل اللي يعرف ما كان يومه وكان يوم ستركلند أنا ما توقعت يفوز ولا فوز ولا حد توقع يفوز مستحيل كنت أقول هو نفسه ما كان ممسدق مستحيل كنت أقول شون ستركلند مستحيل أصلا أنا ما أشوف فايتاتا وايد لأنا ما يعجبني شو يرفع ضغطي وعنده أسلوب يعني يرفع ضغطي أنا شو ما قدر أتابه هو ما كان مصدقا أنه ربح وربح وربح يعني ربح ربح مية بالمية بس قصته قصة بعد ها طفولته واو يا أخي سبحان الله أكثر الناجحين إلا ما يكونوا مروا بظروف وايد صعبة صح الظروف الصعبة هذه تسقل الشخصية يا أخي أنا أمسات أسئلة في واحد من الشاب أقول عندك مثال لشخص مثلاً وايد ناجح ما عانى أي صعوبات في حياته صعب صعب تلاقي شخص لأنه لا عنده هذه اللياقة هذه قوة التحمل التي توصل صلابة صح إلا إذا مر في هذه المواقف صح من أفضل اللعب أو أقول لك اليوم أفضل لعب جوجيتسو على مدى التاريخ جوجيتسو كريغ جونز كريغ جونز كريغ جونز كريغ جونز ها خطير كريغ جونز خطير خطير يرفع ضغطك بعد قليل يرفعه أحب شخصيته صراحة على المات رهيب على المات رهيب يفضل مات رهيب السيطرة على المات روحة عليكس بولكنفي عليكس بولكنفي جون جونز مين؟ والسيطرة بجسبي 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 أبو بجسبي حتى يعني حتى بحكم على الشخص ما بس بالقتال جو الأوكتغن وشخصيطة وكيف يعامل الناس واحترامه يعني غير جي أس بي مقاتل خلوق جوه القفص وبره القفص يعني أنا إذا أتمنى أكون مثل أي شخص مثل جي أس بي أو أليكس فولكنوفسكي أنا وأليكس فولكنوفسكي كنا روم ميت في تايلاند آه حسنو في تايجر موتاي نحن نعوش في نفس البيت حسنو كم بتنبت研يرك في تايجر موتاي؟ ثمان سنوات انا جي أس بي جي أس بي جي أس بي أنا جي أس بي وحبيب هذه اللي عندي أنا لأن يعجبوني منذ ما تفضلت داخل الكيج وبرع الكيج أحب اللي هم يسوونه أحب طريقتهم يعني فأشوفهم ديار مثلا قدوة جيدة حق محبين الرياضة صحيح قدوة جيدة يا أخي أنت ما تبع هذا اللي متعاطي ولا هذا اللي يدعم الناس ويضرب واللي ضارب حرمته تعرف اللي ضربها صح ضارب حرمته هل الأشياء هذه نحن بشر أن مر في حالات وتصير ساعات بعض الأمور بس مثل ما حكينا في البداية لما تكون في المارشل أردس لازم تكون قادر تتحكم بنفسك أكثر فلما تطلع عن هاي الموضوع في شي غلط صح شو روتينك قبل الفايت ليلة الفايت أحب الهدوء ليلة الفايت يعني أنا رايح على الفايت ولا بدي أنام ليلة الفايت باشر الفايت اليوم من قبل أكل وايد شو تأكل تايسون كان يقول يحب ستيك و باستا أنت شو الميل مالك ما أحب ستيك أحب سوشي يا سلام أضرب سوشي أنام وآيس كريم قبل النوم شو أنسلين يضرب تأف ترقت ثاني يوم ثاني يوم أحب سيحب أروح بس لما يكون الهارت ريت ضرب على للآخر أعرف أني أنا راح أربح وخالص جاهز لما يكون خايف معناته سأخذ أخذ هكسون غريسي يقول يقول أنه يستغرب من الناس اللي يقولون أننا ما نخاف الله نصح أنا اليوم ما خاف أخسر فعلا فيقول يقول طبعا هكسون غريسي هكسون من عيال هيليو هيليو هو يعتبر مؤسس رياضة الجيجيسو البرازيلية وهكسون يعد الأقوى في دبيت حتى يقول يوم يوم يبدأ اليو اف سي يقول طرش ها ها شو كان هويس غريسي طرش هويس غريسي على أساس أنه صغير يعني يمشي مور إذا لم يذهب لنزل هكسون هكسون على أيامه الساموراي ورابط شعره كان في برايد برايد فهو يقال أنه يعني من الناس الأقوية جدا في رياضة الجيجيسو فهذا هكسون فاذكر يقول مثل ما تفضل تنترح فيقول ايام فريد يقول صحيح ايام فريد ايام تريفايد بفور مية بالمية وهذا الشي سبحانه يخليك حذر لا يفيق لك كل حواستك بصير تسمع دبل تشوف شارب أكثر الحاسة السادسة تفيق عندك تصير الانتسيباشن طبع الضربة حلص تصير انت تشوف كل شي واعي يعني لدرجة اذا كان الجمهور كله عم يصرخ انا قادر اميز صوت المدرب تبعي من لهي الدرجة الحواسع من الخوف الأدرانيلي هاي يعني بحسوها قلائل جدا هاي انت عم تموت فايت لتموت لتحارب فايت او فلايت هذا نفس السيستم فعنا لما كون خايف وقلبي وما قادر انام وما قادر استرخي هاد مية بالمية رح اكسر الفايتر اللي قدامي ويوم تكون يعني اخر فايت لأي انا خسرت ضد واحد من ايرلندا فتت على ارى ضربات قلبي 80 مريح 90 وهاي انا واقف ما لازم لازم يكون 120 130 اوكي خلق لازم اوكي انا خايف انا ready to go بس كثير مسترخي فتت على الفايت لبين ما قلعت كان قلعت ضربني وبين ما بلشت اعمل كاتشاب بالفايت كان ربح الفايت هو اعتقد صح اتذكر اشن كان قبل سنتين الفايت سنتين اعتقد لا اقل بشوي 18 شهر يمكن اوكي انا اتذكر المارش والسنة الماضية فالخوف كنت مريح ولم كنت رايح يعني مشوار على البارك ولا فارقة معاي ورايح اكل بزر طقعنا قتله ورح نال بيت فالك التوفيق حبيبي وان شاء الله الفوز من نصيبك ونكون مجدين وياك هناك نحتفل بعدها وياك ان شاء الله اتمنى لك التوفيق انت اخوية طارق مثال يعني انا 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 اعرف قبل حبيبي انا اشفتك بس من الحساب اشفت ريال يقدم شيء كثيرين سيستفيدون منه مشكور وليوم انا اقول يا أخي هذا الهدف من The Direction Podcast نحن نبدأ محتوى عربي نبدأ نبرز الناس الذين يقدمون شيء وعرب هم يكونون يا أخي قدوة انت اليوم لا تعرف ممكن انت تأثر على وايد من الناس انت لا تعرف انت عندك الاف ذي فولو يو بس ما يفي بالك انت ممكن انت مجموعة من الناس تغيرت حياتهم بالأخير فأنا وايد احترم هذا الشيء احترم من الناس الذين شغالين بشيء يعني يخدم الناس يفيدهم انت اليوم بعد خطوة اضافية تساعد لطفال الحمد لله الجمع التي تقومت هذا انت تنشأ جيل اليوم نحتاج نحن صحيح التحديات والأمور التي تطلعك اليوم عن مسار الصح وايد صحيح وما في احسن عن المارشل ارتز 100% عندك مشكلة في وزنك مارشل مارشل ارتز انت عندك مشاكل في حياتك يمينك يسارك عندك مشكلة في ضبطك لعصابك مارشل ارتز صحيح وانت وما شاء الله عليكم انت والشباب اللي وياك نخبة النخبة ماشاء الله حبيبي اتمنى لكم كل التوفيق شكرا على وقتك خليل شكرا لك الفوز نبقى هناك ان شاء الله ان شاء الله نصيبك ونحتفل بإذن الله بإذن الله حبيبي حبيبي